موسيقى أولا اللقاء اللي عقدنا اليوم مع ممتلي الإعلام الوطنية يدخل في سيسيلة البرنامج العمل الذي يأتي لنا بربعة من مورة الوقفة الاحتجاجية من طبع الحال كانت واحد تقييم وكنا كانت توقعوا يكونوا حضر الفعل السلطات الحكمية المختصة على أثر مشروع قانون المالية وخاصة مادتين 45 مكرر و15 مكرر اللي كانت تعلق بالاقتطاع من المنبع اللي يجات في مشروع قانون المالية هذا الاقتطاع من المنبع أولا هذه الميهنية دينا ربعة فيها واحد تقريبا 20 الف مقاوالة اللي كانت تشغل واحد مئة الف منصيب شغل وهذو ميهنيين منخارطين في هذه الميهنية من ضمام قانون يعني ميهنيين اللي هما يشتغلوا في إطار المشاريع واستراتيجيات العمومية الكبرى يعني معروفين وتؤدي الضرائب بانتظام يعني اليوم التعبير لنا لا نرفض الضرائب بالعكس نحن معادي الضرائب لأن هذا أولا واجب دوستوري وتانيا بالضرائب كي يمكننا أن نحققوا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا نحن اليوم ضد هذا النظام اللي سيأتي ويبدل النظام اللي هو مبني على التصريح النظام العادي كنتي كتدير 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 البلاد وفي آخر سنة كتدير تصريح وعلى أساس تصريح تخلص درائب كل واحد في الفئة اللي كتم اليوم القتيطة المنبع ما سيؤدي؟ أولا قتيطة المنبع على رقم المعاملات رقم المعاملات المعاملات الصغرى والصغيرة جدا التي تشكلت شريح الميانيين هناك أربعة من الأجزاء الجزء الأول هو الموارد البشرية التي تشتغل داخل المقاولات ثاني هو المصارف التابعة التي تأتي نتيجة العمل في المقاولات والجزء الثالث هو الاستثمار ومطبع الحال واحد الجزء الذي يبقى هو الربح اليوم القتيطة المنبع ما سيؤدي المقاولة؟ ما سيؤدي لدي رؤية على ملاصب الشغل كيف سوف نوفرهم وكيف سوف نكبر المقاولة أو لا ثانيا الاستثمار ما سيؤدي لدي رؤية على الاستثمار بما أن 20% تمشي من رقم المعاملات وأخا سوف نتحاسب اليوم لا نقش كيف سوف نتحاسب اليوم نقش النظام الذي سيأخذ نسبة 20% أو 15% التي نعتبرها كوة هميش الربح هذه المهن الحرة التي تعمل في ضروف صعبة التي تعرفها بلدنا ضروف اقتصادية ومشغل بلدنا العالم كامل ثانيا هذه المهن الحرة سنويا تخرجون سوق العمل ومجموعة الخريجية مع هذه العليا والمدارس العليا هذه الخريجية لا يتطلبون العمل في الوظيفة العمومية سيأخذون القطاع الخاص اليوم القطاع الخاص بهذه المقتضاية الضريبية بالقطاع بناء على رقم المعاملات سيؤثر على استقرار المالي ومتبعا سيؤثر على استقرار مناصب الشغل وستثمارات وستثمارات في المشاريع والأوراش الكبرى في بلدنا وفي التنمية الاقتصادية كيف يكون هذه المقاولات الصغيرة وصغيرة جدا سيؤثر هشة كيف ستساهم ونخرج في الأوراش الكبرى إذا سنطلبوا لتسحب هذه المواد سنطلبوا تفتح حوار ونقاش لتخمام جميع في مقاربة الشاركية بين السلطة الحكومية المختصة وبين الهيئة الميانية التي لا يقوم بقانون وهذه الهيئة سيؤكد عليها سيؤكد عليها سيؤكد السلطة الحكومية سيؤكد كل هذه الهيئة تنظم القطاع التي تعمل فيها في إطار القانون لذلك لا يمكن أن الأجهزة أو السلطة الحكومية المختصة لا تتحاول مع هذه الهيئة التي كانت في الأول تبع الوزارة واحد القطاعات لذلك سيؤكد 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 ثانيا نعمل جميع في إطار مقاربة الشاركية لكي نخرج بشكل نتيجة ونتمنى على الله الذي تطبق ابتداء من السنة المقبلة وخصوصا نحن نتابعين لنا مهانيين لذلك تسلنا واحد الجواب اليوم المشروع معروض على الغرفة الثانية سنقوم بلقاءات مكتفى خلال هذه الأيام مع الفرق البرلماني وخاصة الأغلبية سنقوم بلقاءات معهم وفسرنا ومجارة نظرنا ودائما نؤكد أننا ضد الضربة أو الضربة بالعكس هذه الهيئات لا يعترفون بالمهانيين لا يؤدي لأنه يؤثر على المنافسة بناتنا في سوق العمل